البداية من الأخبار العاجلة الواردة من دمشق إذا أفدت وسائل الإعلام أن خمس غارات إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ بمحيط مطار دمشق وإحدى هذه الغارات استهدفت مواقع الفرقة الأولى لواء 91 في الكسوة جنوب العاصمة السورية كما أكدت أن الغارات نفذت بعد ساعات من وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي في المقابل أعلنت وسائل الإعلام تابعة للنظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدت بأهداف معادية فوق سماء العاصمة المرصد السوري أيضا لحقوق الإنسان أكد أن قصفا إسرائيليا استهدف مخازن أسلحة في محيط دمشق وقال إن حجم الخسائر غير معروف إلى الآن إلى خبر آخر أعلنت البحرية الأمريكية أن سفينة تابعة لها في بحر العرب صادرت 150 صاروخ من صنع إيراني يوم لاحد الماضي كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن وأورد بيان القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي أن الأسلحة التي جرت مصادرتها تضم ثلاثة صواريخ أرض جو وأشار المصدر إلى أن الصواريخ المئة والخمسية التي صدرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات هناك أيضا مقطع فيديو انتشر باللونين الأبيض والأسود نشر لتفاصيل العملية العسكرية أيضا في وقت لاحق قالت البحرية الأمريكية أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين هذه المصادرة للجيش الأمريكي للصواريخ من الصنع الإيراني تأتي بعدما دخلت واشنطن وطهران في التوتر كبير في الفترة الماضية عقب مقتل القائد العسكري البارز في الحرسة الثورية الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد في العراق أيضا تعرضت قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات أمريكية في كاركوك شمالية العراق لهجوم صاروخي الخميس حسب ما أفادت مصاطر إعلامية نقلا عن مصادر عسكرية هذا وأدانت لندن ما حدث وأصاب الهجوم الذي وقع بصاروخ كاتيوشا قاعدة كيوان حيث تتواجد قوات الشرطة الاتحادية العراقية وقوات أمريكية ويعد الهجوم هو الأول ضد القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخا في السابع والعشرين من ديسمبر ما تسبب بمقتل مدني أمريكي هذا وتشهد المنطقة تحليق مكثف للمروحية فوق قاعدة كيوان التي تتواجد فيها القوات الأمريكية قرب محافظة كاركوك بعد تعرضها للهجوم الصاروخي في سوريا نزح أكثر من 800 ألف نازح في إدلب جراء العمليات العسكرية منذ ديسمبر الماضي وفقا للأمم المتحدة مصادر سوريا أفادت بتعرض محيط نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب لقصف من طائرات حربية وأوضحت المصادر وفقا لمصادر إعلامية أن الموقع تعرض لأضرار مادية كبيرة بسبب الغارات في محيطه والتي تقع في ريف إدلب الشرقي يذكر أنه اندلعت مواجهات بالأسلحة الخفيفة الأربعاء بين موالين للنظام السوري وقوات أمريكية في شمال شرقي البلاد في خبر آخر نفت وزارة الصحة الأردنية حالة 37 شخصا مشتبه بهم للحجر الصحي جراء فيروس كورونا مؤكدة على أهمية توخي الدقة من جميع وسائل الإعلام في التعاطي مع إجراءات هذا الوباء وأكد مسؤول في الوزارة الأردنية أن 19 شخصا موجودين حاليا في الحجر هم العدد المتبقي من أصل 149 حالة